بسم الله الرحمن الرحيم ومشارع السوري والمواطن السوري وحتى المعارضة الموالاة والحكومة السورية وكل واحد يقتن على الأرض السورية لعلهم يستمدون بعض المعلومات مما سيقوله في إجاباتي هذا وسهلا أهلا بك أستاذ زهر مسؤولون أمميون وحقوقيون قالوا إن استمرار جرائم الحرب في سوريا مسؤولية مجلس الأمن ما إحنا في مجلس الأمن صار فيتو عليه يعني بعد مجلس الأمن يقول لك ما ينفع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أليه وصحبه أجمعين اسمح لي دكتور نبيل أن أبدأ بتمهيد صغير وأجيب على سؤالك المهم والخطير بعد ذلك يعني البارحة على إحدى القنوات العربية على قناة الجزيرة نقلت لنا صور للمزبح المأساة التي تجري على المسلمين في أفريقيا الوسطى ووجدنا في أرشيف صغير لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق صور للجرائم البشعة التي تنفذ على المسلمين هناك وجدنا أن الجريمة التي تجري على المسلمين في أفريقيا الوسطى هي جزء لا يتجزأ من الجريمة التي تجري على المسلمين في سوريا نفس الروح نفس العدوانية نفس الحقد نفس الأساليب أسلوب أسلوب لا يفرق ولم أجد جريمة تقبت في أفريقيا الوسطى ليس لها مثيل بل ما هو أبشع منها على الأرض السورية أنا أريد أن أقول كلمتين أريد أن أقول لصاحب السلطان في هذا العالم العربي للنظام العربي الذي حكم هذه الأمة على مدى نصف قرن أو على مدى قرن مضى أقول لهم هذه الثمر المباشرة لزعاماتكم ولسياساتكم ولخططكم ولنهجكم ما يجري علينا في سوريا وما يجري علينا في أفريقيا الوسطى وما يجري علينا في النبال في الصين ما يجري علينا في كل العالم هو الثمر المباشرة لحكمتكم ولوقاركم ولعلمكم ولتفانيكم ولخدمتكم لهذه الأمة ولرعايتكم لدينها وقيمها وأبنائها وإنسانها هذه الثمر المباشرة لحكمة حكمائكم وعلم علمائكم ووعظ واعظيكم وإرشاد مرسديكم هذا الذي نعيشه هذا الذي نعيشه اليوم في سوريا يسأل عنه النظام العربي الذي سكت طويلا عن الجريمة وهذا الذي يجري في أفريقيا الوسطى وهذا الذي يجري على المسلمين في كل أنحاء العالم هذا هو الثمر لماذا تصمت الأمم المتحدة؟ قبل أن أذهب إلى الأمم المتحدة وقبل أن أذهب إلى مجلس الأمن أنا أتحدث عن البيت العربي في البيت العربي باسم واحد من هذا البيت العربي أتوجه وأنا لا أخص دولة دون دولة ولا زعيما دون زعيم ولا قائدا دون قائد أقول لهم أنتم بجمعكم الذين قدتم هذه الأمة نائمين مفرطين مستسلمين متساهلين البارحة الجرائم التي كانت تجري على الناس أنا لا أريد أن أقول عن المسلمين شوء مؤلم أن نقول والله لو كانت تنفذ على كلاب في البرية لوجدت من يتعاطف معهم ومن يدافع عنهم ورغم ذلك الإعلام العربي هذه أفريقيا الوسطى مسؤولية من؟ من هي أكبر دولة عربية إسلامية في أفريقيا؟ مصر إذن هي مسؤولية مصر أين هي مصر؟ مصر مشغولة بتتبع رجال حماس بإعلان منظمة حباس منظمة إرهابية بخنق الإنسان بخنق ما تبقى من شموخ لدى الإنسان الفلسطيني هذه هي مسؤولية هذه الأنظمة التي ثرنا عليها فأعادت فارتدت علينا بشر وبيل وبطريقة لا يمكن أن تتصور هذا وأن لا أريد أن أسميهم واحدا واحدا أنا قلت كلهم في المسؤولية الجزائر المغرب مصر السودان السودان التي يقال إن فيها حكما إسلاميا أنا لا أريد أن أتكلم بأي طريقة خاطئة أنا أريد أن أحمل مسؤولية لهذه الشعوب لكي تكون ثورة الربيع العربي ثورة حقيقية تطيح بكل هذا الزيف الذي جثم على صدر هذه الأمة كل هذه السنوات الطوال ليستعد كل مواطن عربي والآن الشريط صار على اليوتيوب وصار على الجزيرة مباشرة وصار ليستعد الصور هذه الصور التي رأيناها تجري على الإنسان السوري تجري اليوم في أفريقيا الوسطى وستجري في كل دولة عربية مسلمة إن استتبعا المسلمون النوم الشيء الثاني الذي أريد أن أنبه عليه جرائم قاسية جدا جدا لعله ما أتيح لك أن تراها ومؤلمة جدا جدا وتطعن الضمير البشري لكن المشكلة والذي لفت نظري وأسوأ منها في بورما وأنا ذكرت بورما والذي أنها تجري برعاية فرنسية أن القوات الفرنسية الموجودة على الأرض تبارك المجزرة وأخذت السلاح من المسيحين وأخذت السلاح من طرف وأعطته طرف هذه الرعاية الفرنسية موجودة في المشهد السوري منذ أيام الاستعمار الفرنسي الذي أسس لهؤلاء الأشرار في سوريا هم الفرنسيون والذي جعل هؤلاء الأشرار في سوريا هم مادة الجيش السوري هم الأشرار الفرنسيون إذن تكتمل لدينا الصورة اليوم عندما يمتنع العالم وهو يرى البراميل المتفجرة والطائرات تقصف حتى الآن ويحذر أي دولة عربية يمكن أن يخطر ببال رئيسها أو قائدها أو أميرها أو زعيمها أن تقدم قطعة سلاح مضاد للطائرات في سوريا يريدونها حرب غير متكفية يعني لاحظ أخي نبيل اسمح ليعطي هذه المقارنة للمشاهد الكريم نحن نعلم أن الحرص على التفوق العسكري الإسرائيلي كان موقف استراتيجي دولي منذ أن تأسست دولة إسرائيل حتى الروس الذين زعموا وكانوا يزعمون أنهم أصدقاء لنا ويسلحوننا كانوا يقولون نحن نزود العالم العربي بسلاح دفاعي ولا نسلحه ولا نمده بسلاح حجومي التفوق الجوي الإسرائيلي كان أمر مفروغ منه لا يجوز لأحد أن يناقشه كل الذي أعطيت الدول العربية التي صواريخ دفاعية ضد السلاح الجوي الإسرائيلي ولم تعطى سلاحه يعني لا يمكن أن يخطر ببال دولة عربية أن تقوم طيارة عربية بقصف إسرائيل مثلا هذا اليوم نفس المشهد في سوريا نفس الاستراتيجية التي يتمسك بها الأمريكي والأوروبي والروسي يجب أن يبقى التفوق الجوي بيد بشار الأسد ويجب أن تبقى طائرات بشار الأسد قادرة على القصف والقتل في كل مكان وبكل الطرق وبكل الأساليب هذه وحدة الاستراتيجية الدولية التي تدير المشهد يجب أن تضع أمام أعيننا وعيا جديدا هؤلاء المسؤولون عن النظام العالمي في العالم العربي هؤلاء المسؤولون عن هذا النظام العربي يجب أن يضعوا هذه الجرائم يجلسوا يتعشوا عليها لينظروا إلى زعاماتهم الناس القادمة من أفريقيا أفريقيا الوسطى دولة صغيرة ليست بهذا الحجم 4-5 ملايين نسمة ونصفهم من المسلمين وعملية الذبح والقتل والسحق والسحل والطمر والرجم بالحجارة كلها تجري في القرن الحادي والعشرين على مقرب من القوات الفرنسية وعلى مقرب من مقر الجامعة العربية وعلى مقرب من قيادة السيسي الزعيم القادم إلى كرسي ريادة القومية العربية والأمة العربية والدولة العربية هذا الذي رأيناه وهذا الذي نتابعه بينما الأمة العربية والشعوب العربية مشغول بأمرها عندما يقولون الآن هؤلاء الذين سألتني عنهم عندما يقولون بأنه مسؤولية لأنه في مسؤولية مجلس الأمن ومسؤولية الأمم المتحدة لأنه في قانون تأسيس مجلس الأمن أنه المسؤول عن الأمن والسلم الدوليين اليوم عندما ترتكب جرائم الحرب بالطريقة التي نراها وبالطريقة التي نتابعها في سوريا في أفريقيا الوسطى في أي مكان في هذا العالم هذا العالم لا يمكن أن يكون سائبا بلا شرطي نحن نعلم أنه عندما أخطأ أو ارتكب جناية أو جريمة كبرى بعض المسلمين وذهبوا ودمروا وقصفوا في أمن العالم كله أعلن هذه المجموعة على أنها مجموعة إرهابية وتوفز كل لسنا ضد هذا نحن ضد الجريمة لكن ضد الجريمة بلا هوية لا نريد أن تكون عندما تكون الجريمة محسوبة على زيد عندئذ تقوم الدنيا ولا تقعد ويحتشد العالم كله لمقاومته وعندما تكون الجريمة قادمة يقول لك واحد يسأله يقول له هذا اسمه ميشيل وكيف اسمه ميشيل وتقول لي مسلم في المقابلة يقول له هذا كان اسمه محمد لكن والده من أجل أن يدخل إلى المدرسة الآن يسألون عن الأقليات لكي يدخل إلى المدرسة لأنه لو اسمه ميشيل لا يقبل لو اسمه محمد لا يقبل في مدرسة هذا قبل المذبحة لا يقبل في مدرسة ولا يقبل في جامعة ولا يقبل في سلك دولة يجب أن يغير المسلم اسمه إلى اسم مسيحي حتى يسمح له هل عملناهم نحن في أي لحظة من اللحظات بهذه الطريقة نحن عندنا الذي اسمه جورج والذي اسمه ميشيل بكون له زيادة إيش له زيادة درجة له زيادة كعبية كما نقول نحن بلغتنا العامية هل عملنا نحن العالم عملنا أي إثنية أو أي دين أو أي مذهب بهذه الطريقة يضطر المسلمون إلى تغيير أسماء أبنائهم إلى تغيير هوياتهم وبعد ذلك يقتلون وتسرحوا دعنا نعود إلى أفريقيا الوسطى أفريقيا الوسطى حينما كان رئيسها مسلما لم تكن هناك مجازر وبادر مجلس الأمن إلى نزع السلاح من المسلمين والتدخل قوة دولية بقيادة فرنسا لنزع السلاح وإبقاء السلاح بيد العصابات هذا الذي لماذا لم يفعلوا هكذا في سوريا أنا أقول هذا الذي يجعلك تقول هذه ليست مؤامرة محلية ليست مجموعة من الجهلة أو من الأوباش أو من المتعصبين التي تثور في غيبة القانون الدولي وفي غيبة لا هذا نوع من الجريم المنظمة هذا جريم دولية منظمة لماذا لا يفعل ذلك في سوريا أنا أقول هذه الجريمة التي تجري في أفريقيا الوسطى أنا بدأت كلامي أقول هذا المشهد من هذا المشهد ما يجري في سوريا ماذا في أفريقيا الوسطى لم يستخدم الباية لأنهم في أفريقيا الوسطى يريدون أن يقتل المسلم وفي سوريا يريدون أن يقتل المسلم والذي عنده غير هذا التفسير نحن الآن بعض الناس يأتون ويقولون أنتم تفسرون السياسة يا سيدي السياسة مصالح والعالم ترك الأديان وترك وترك يعني وهكذا يتهموننا بأننا نفسر كل شيء على خلفية دينية عقائدية إيديولوجية منغلقة متعصبة طيب والذي عنده غير هذا التفسير فليأتنا به كيف يمكن أن تكون قوات فرنسية دولة عظمى ذهبت إلى مالي لتلاحق مجموعة من الأشخاص خرجوا على حاكمهم وتنتصر عليهم بغضون أيام ثم هنا تأخذ من الإنسان الذي يدافع عن نفسه سلاح الدفاع عن النفس وتغض الطرف وتغضي وتدير الظهر للمجرم القاتل الذي يستبيح يحرق ويقتل ويرجم ويسعل ويدمر تغضي الترف عنه حتى الآن والقضية الآن مش قضية هبة في ساعة يعني أحيانا يحدث الحريق في ساعة يحدث الحريق في يوم في يومين هذه قضية أكثر من شذور والجريمة مستمرة والقتل مستمر والسحل مستمر والفرنسي موجود على الأرض والفرنسي يعني دولة عظمى دولة صاحبة كرسي دائم في مجلس الأمن الدولي وبقية أعضاء مجلس الأمن الدولي والدول العربية والإسلامية تحيط بأفريقيا الوسطى والمسلمون يستنجدون ولا صريخ ولا منجد ولا من يرد عليهم برغيف خبز أن تجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطيري مقصوصا جناحه أنا أشكو إلى النظام العربي أو أشكو من النظام العربي أو أشكو إلى هذه الشعوب العربية التي ثارت ثم انقضوا على ثورتها مرة أخرى هذا الذي يجري الآن يحتاج إلى ثورة على كل شبر من الأرض العربية ليزاح هؤلاء الذين قادون إلى هذا المشهد الدامي المشهد المؤلم والله يا أخي البارحة قال المقدم البرنامج السيد أحمد منصور قال أنه اللي عنده طفل صغير يطلع بره واللي قلبه ضعيف يطلع بره ما يشوف أنا يعني من أصحاب القلوب الضعيفة وأنا أعترب بهذا وعادة لا أفتح هذه لا أدري ما الذي دفعني إلى الكسل وبقيت متسمر أمام شاشة التلفزيون رغم أني حولت أول ما بدأت المشاهد تظهر حولت اللقطات ما استطعت أتابعها جميعا ثم عدت فوجدت اللقطة منتهت وشيء يعني يثير الإنسان الذي عنده بقية ضمير بقية إنسانية قدموا لنا تفسيرا لهذا الصمت العالمي قد صمت العالمي عما يجري في سوريا الآن يقولوا لك مسؤولية المجلس الأمن من هم مجلس الأمن خمسة كبار معروفين ادعوا أنهم كبار زعموا أنهم كبار اغتصبوا مكانة الكبار في هذا العالم الأمريكان والروس والصينيون والفرنسيون والبريطانيون هذولهم الآن عملية القتل مجازر في سوريا ثلاث سنوات تمضي أطفال في كل يوم أعطيك حصيلة أعطيك حصيلة شهر شباط هذه الحصيلة على السريع لا أريد أن أضيع وقت الحلقة حصيلة شهر شباط أخي نبيل 3379 ضحية 3379 ضحية شهيد بينهم 2259 مدني هذا شهر شباط 28 يوم لا تنسوه ما هو 31 يوم 28 يوم 2259 شهيد يعني هؤلاء بعدد الذين قتلوا في برج التجارة العالمي أكثر شوية لأنه هذوليك وصل للعدد بعدين إلى 2008 أنا بس للمقارنات العقلية هذه أرقام هؤلاء بشر كما غضبنا وتألمنا وحزنا وأذننا العدوان على أولئك في مكان عملهم في برج التجارة العالمي وقلنا هذه جريمة الجرائم وهذه جريمة كبرى يجب أن نقول أنه 3379 سوري يقتلون في شهر شباط في سنة غير كبيسة يعني 28 يوم هذه جريمة أخذ تلك الجريمة هذه جريمة كبرى يجب أن يقف لها العالم على قدم واحدة لأنه الذي كان في برج التجارة العالمي إنسان له عواطف له أقرباء له قلب له أمل له روح وهذا الذي يقتل على الأرض السورية هو كذلك إنسان بكل المعايير وبكل الشرائع وبكل القيم والذي يميز بين إنسان وإنسان على أي خلفية هو إنسان عنصري حقير يسقط من قائمة الإنسانية 3379 شهيد في شهر شباط بينهم 2259 مدني مدني يعني أناس قتلوا في بيوتهم على أسرتهم أو في ملاجئهم ليس لهم في الصراع غرض بينهم 398 طفل 400 طفل في شهر شباط كان طفل قتل في برج التجارة العالمي 400 طفل قتلوا في سوريا في شهر شباط بينهم 235 امرأة قتلت في سوريا في شهر شباط بينهم 29 إنسان قتلوا في سجون بشار الأسد تحت التعذيب في شهر شباط هذا الذي يجي مسؤولية من هذا هل العالم بقي داشر هل الكرة الأرضية أصبحت داشرة أصبحت غابة يقتل فيها من شاء من يشاء دون أن يسأل دون أن يحاسب يقولون مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن الدولي تخلى عن مسؤوليته ننظر إلى الأشقاء إلى النظام العربي إني لا أفتح عيني حين أفتحها هكذا قال شاعر هذا شاعر عربي ابن أيام العباسيين إني لا أفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا بسم الله إني لا أفتح عيني حين أفتحها على كثير ملوك زعماء قادة وأمراء نجباء إني لا أفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحد هذه حال حال أمتنا فيما آل إليها أمرها من أفريقيا الوسطى إلى مالي إلى سوريا إلى مصر سكين القاتل سكين الجزار ولا أحد يبالي ولا أحد يسأل عما يجري على شعبنا فلذلك عندما يقولون والله مسئولية المجتمع الدولي نعم هي مسئولية المجتمع الدولي بشكل من الأشكال ولكنها مسئولية هذه الأمة مسئولية هذه الأمة اللي فيها علماء علماء يقرؤون القرآن يقرؤون في القرآن أن هذه أمتكم أمة واحدة ثم يخرجون على الناس بفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان لا عرفها الله ولا رسوله ولا دينه ولا تاريخ هذا الدين ويجلسون فقط يظنون أن الإسلام إطالي الثوب وإسباغ وضوء وحمل مسواك وتقصير إزار وما أدري ماذا هؤلاء الذين مسخوا الإسلام هؤلاء الذين حولوا الإسلام إلى نوع من الفتاوى التي لا يمكن أن يمسخ الإسلام فيها هذه الأمة مليئة بهؤلاء الذين ساجدون عابدون لحكامهم وليس لربهم وليس لدينهم وليس لأمر قرآنهم هذا الذي أوصلنا إلى الذي نحن فيه لينظروا بالأمس إلى هذا الشريط الذي يأتيهم من أفريقيا الوسطى أفريقيا الوسطى ليس فيها أخوان مسلمون حتى تكون الأمور واضحة فيها مسلمون لا يكادون يستبينون اللغة العربية عندما يقرؤون سورة الفاتحة ورغم ذلك يديرون ظهورهم وينشغلون بالفتاوى الفتاوى التي في أزهر في مصر وفي رابطة التعاون الإسلامي وفي منظمة التعاون الإسلامي وفي هذه ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد هذا الذي رأيناه وهذا الذي نعيشه وهذا الذي سيدمر هذه العروش أن نخره على أصحابها هذا الذي سيسقطهم والله مهما تهربوا ومهما حاولوا الربيع قادم والنصر قادم وأن هذه الأمة سوف تنتصر هذا هو وعد ربنا لا نشك فيه أبدا لا يمكنهم بشكل من الأشكال أن يحولوا أنظارنا عن وعد ربنا الذي وعدنا إياه ما رأيك أستاذ زهير بالعصابات المحترفة من جماعة الجريمة المنظمة E-B-X الذين جاءوا من أقاصل الأطلسي من أمريكا يقاتلون مع بشار الأسد هذا علم جديد البارحة هذا علم جديد تخرج علينا به الصحف الأمريكية والكتاب الأمريكيون ووكالة السيء أن الأمريكية المحترمة المرموقة المشهورة الموثوقة عند أهلها وعند أصحابها يعني ما هو من تلفيق المعارضة السورية وله من شغل الأخوان المسلمين هذا الخبر الآن الموثق بالصوت والصورة والاسم وكل شيء توزعه البارحة CNN ويكتب عنه الصحفيون الأمريكيون ويقولون بأن عصابة بشار الأسد استطاعت أن تصل إلى الولايات المتحدة وأن تصل إلى تجار الجريم المنظم الأمريكيين من آل كابوني معروف هذه الأسماء في الولايات المتحدة وأن تستأجر منهم من تشاء من المرتزقة وأن تحملهم إلى سوريا هؤلاء بقى لها الداعش خلينا نكون دقيقين ولها النصرة هؤلاء عصرة يأتون ليقاتلوا في سوريا تصور صورهم في الفيديو الذي يوزع من القبل CNN وتسجل أسماءهم وحركاتهم جاءوا ليقاتلوا في صفوف حزب الشيطان الذي يقاتل في سوريا ليشدوا أزره ويدافعوا عن مشروعها يعني هلأ نحن نعلم هاي ايش بسموه CAA هذه الوكالة نحن بنا نعلمهم ايش هن حزب الله هما ما بيعرفوا أنه تجارة المخدرات في الولايات المتحدة وفي الغرب ثلاثة ارباعها بديرها حزب الله يعني من أين يأتون بالأموال من أين يأتون هؤلاء بالأموال يأتون بالأموال هم يعرفون أنه بشار الأسد وحفظ أسد وجهاز المخابرات السوري وجهاز هم يتاجرون ما معيونهم ولا يجرؤون أو لا يريدون لا أقول لا يجرؤون لا يريدون أن يفعلوا معهم شيئا الآن هذا الفريق من المرتزقة من رجال الجريمة المنظمة ضبط يقاتل في صفوف حزب الله وفي صفوف بشار الأسد ضد ثور السوريين وضد الثورة السورية طبعا هؤلاء يقاتلون على أجر معلوم معروف هؤلاء ليسوا أصحاب عقيدة وليسوا أصحاب دين وليس لهم أي هوية وإنما هم جاءوا كمرتزقة لأن كما قلنا بالآمس حزب الله بعد أن شعر بما شعر به من الهزيمة تقض مضجعه وتستقلها ركبه وأقول مرة ثانية لحسن نصر الله متى ما تلقني فردين ترتجف روانف اليتيك وتستطار أقول هذا ذهبوا يستعينون الآن بهذه المرتزقة البارحة قلنا جابوا من روسيا وطلع لهم بوتين وقال لهم بترجعوهم هذا الخبر اللي جاء هو الأمس وبوتين غضب لأنه تمت عملية التعاقد بدون علم والعله يريد كان هو المعلوم يعني من خلف ما حصل شيء هو من العملية كانوا 250 الآن هؤلاء لم يحدد التقرير الأمريكي ما هو عددهم لكن هم جابوا صورة اتنين قالوا هذا اسمه فلان من الجريم المنظمة في لوس أنجلوس معروف وهذا اسمه فلان ويقاتل الآن تحت اللقب الفلاني وهذا يقاتل تحت اللقب الفلاني وهم خرجوا من أمريكا والولايات المتحدة الآن يعني عودة هؤلاء إلى الغرب وإذا كان الآن في كل الغرب هؤلاء المجرمين سيصبحون قتلة في صفوف بشر الأسد هل سيقلق الغربيون أيضا بسبب هذه الحالة يعني هذا سؤال مطروح على القوى الأمنية الغربية وعلى مشروعها المستقبلي أيضا في سوريا طيب هناك مقابلة عملتها بلومبيرج بيوز مع أوباما حول إيران وأهل السنة والوضع في سوريا ما هذه المقابلة وهذه أخطر مقابلة يقال عملت مع أوباما وهو هنا يكشف عن أنيابه ضد أهل السنة وضد كل مسلم سني يا سيدي هذه فعلا المقابلة خطيرة وأنا سأستميحك عذرا أن أقرأ مقاطع منها حتى لا أحد يقول أنه أنا متجني أو قول أوباما ما لم يقول هذه المقابلة كما تفضلت أجريت مع صحيفة أمريكية وقالوا بين يدي مؤتمر الإيباك خاص باليهود أيوة وكان بن يمين نتنياه هناك وكان في مقابلة مع أمريكا وأجريت المقابلة قال وسأقرأ ما أقرأها كلها لأنه طويلة سأقرأ بعض المقاطع التي تهم المشاهدين وأنصحهم أن يبحثوا عنها منشورة هي موجودة موجودة على مركز الشرق العربي إذا أرادوا يمكنهم أن يقرأوا ويقرأوا لكن أنا سأقرأ المقاطع المهمة من هذه القناة المباركة إن شاء الله يقول وجاءت مواقف أوباما نادرة في صراحتها قبل أقل من أسبوعين من وصوله إلى الرياض حيث من المقرر أن يعقد لقاء قمة مع الملك عبدالله عبدالله بن عبدالعزيز وبالإجابة عن سؤال حول ما يشعر به السنة بالتوتر تجاهك قالوا له أن أهل السنة في العالم العربي ما أن مرتاحي لك قال الرئيس الأمريكي إنه يعتقد أن هناك تحولات تحصل في المنطقة باغتت الكثير منهم يعني كثير من أهل السنة ما باغتت الكثير باغتت الذين كانوا يلتذون النوم بالحضن الأمريكي وبالفراش الأمريكي وبالشرير الأمريكي وبغرفة النوم الأمريكية هؤلاء الذين ناموا وأناموا شعوبهم عقود طوال في غرفة النوم الأمريكية هانئين وادعين مؤملين هؤلاء الذين باغتتهم المواقف الأمريكية والسياسة الأمريكية قال إنه يعتقد أن هناك تحولات تحصل في المنطقة باغتت الكثير منهم أي من أهل السنة وإنه يعتقد أيضا أن التغيير مخيف دائما عليهم أن يتعودوا يعني وأنه لطالما كان هناك راحة بال راحة بال هؤلاء الذين ينامون في السرير الأمريكي كانوا مرتاحين لا بدون يصنعوا ولا بدون يجندوا ولا بدون يسلحوا ولا بدون يحطوا برنامج نهضوي ولا بدون يشتغلوا الله سخرنا بقعدوا للعالم تبعهم الشيخ تبعهم الامدرس تبعهم إيش بقوله للناس قال لنا الله سخرنا هالأمريكان هم يصنعوا السيارات ونحن نجبها هذا هذه العقلية قال وأنهم لطالما كان هناك راحة بال أن الولايات المتحدة مرتاحة للوضع القائم وللاستفافات الموجودة وأنها على عداء عنيد مع إيران يعني كان هذول مرتاحين أن الأمريكان ضد الإيرانيين والله يهلك الظالمين بالظالمين ويخرجنا من بينهم سالمين يا سيدي هؤلاء الذين باغتهم هذا العمر كما يقول أوباما ما أنا أنا ما لعلاقة بالكلام أنا أنقل لهم ما يقوله حبيبهم ما يقوله مولاهم الله مولانا ولا مولا لهم هذا الذي يقول عليهم أن يتعودوا الآن على الخوف أمريكا صديقة لإيران وهي حريصة على صداقة إيران بل يقول أكثر من ذلك يقول إذا كان هؤلاء همل وخربوات ومان رجال ومان رجال سياسة اسمع ماذا يقول عن الأمريكيين يقول علينا ما سأقوله أنك إذا نظرت إلى التصرفات الإيرانية اسمعوا يا عرب هذا الكلام يجب أن يقرأ فيه ما نسميه مفهوم المخالفة يعني الآن كل صفة يقولها أوباما عن الأمريكيين مقابلها ما هو موجود عندكم مفهوم هذا لما أقول لك فلان طويل كأنه أقول لك أنت قصير أقول لك فلان غني كأنه أقول لك أنت قال إذا نظرت إلى التصرفات الإيرانية هذا أوباما يقول أوباما أنا أقرأ قراءة لا لا تراهم استراتيجيين يعني أنتم غير استراتيجيين وغير متهورين يعني أنتم متهورين ودلديهم نظرة عالمية وأنت رب شويها والبعير أيوة ويرون مصالحهم وأنتم لا ترون لا مصالحكم ولا مصالح شعوبكم ولا تعرفوها أين هي ويتعاملون مع حسابات الربح والخسارة هؤلاء الإيرانيون ويقول عن الإيرانيين ولكن الطرف الآخر هو كل الأوصاف الأخرى ويضيف هذا لا يعني أنهم ليسوا ثيقراطيين ويحكمون حكما دينيا وأنا أكره هذا الحكم الديني أجيب عبارته ليسوا ثيقراطية تتبنى جميع أنواع الأفكار التي أعتقدها كرهة يعني أنا ما أريد أن أتكلم عن صفات سياسية وإن كنت أكره نظامهم كراهية الشخصية لنظامهم لا يعني أن لا أتعامل معهم سياسيا يقول ولكنهم ليسوا كوريا الشمالية إنهم دولة كبيرة ما دولة شبرين ونص وكل واحد يا أرض اشتدي ما حدا أدي إنهم دولة كبيرة وقوية ترى نفسها لاعبا مهما على المسرح الدولي حقها ولا أعتقد أن لديهم تمنيات بالانتحار ماشيين معنا ولذلك جاءوا إلى طاولة الحوار يقول عن سوريا وهذا أنا سأختصر هنا المقابلة طويلة سأقول حول الوضع في سوريا قال جاء ليشرح الوضع طبيعة الصراع السوري والأوضاع على الأرض كما يراها يقول عندما يدكون لديك جيش محترف ومسلح جيدا وترعاه دولتان روسيا وإيران وترعاه دولتان كبيرتان وواضح أن لديهما مصالح كبيرة في سوريا وهم يقاتلون مين في الطرف الآخر وهم يقاتلون فلاحا ونجارا ومهندسا يعني هذا الشعب الثائر الذي خرج يطالب بحريته ويقاتلون فلاحا ونجارا ومهندسا وهؤلاء بدأوا كمتظاهرين والآن فجأة وجدوا أنفسهم في وسط صراع أهلي يبدو أنه كان أنه لم يكن ممكن لنا بطريقة نظيفة أن نستخدم القوات الأمريكية يعني المعادلة صعبة ونحن لا نستطيع أن ندخل فيها ويكرر أوباما يقول إن تدخل أمريكا في سوريا كان يمكن أن يجعل الأمور أسوأ على الأرض ليه؟ خصوصا لأنه كان سيكون الأمريكي الثالث سيكون ثلاثة أطفال في أطراف في هذه المعركة ثم يقول الوضع في سوريا لا يفطر القلب فحسب يعني قلبه يتفطر مسكين يعني ناخد له دواء يصمد له قلبه شوي الوضع في سوريا لا يفطر القلب فحسب بل هو خطير وهو على مدى العامين الماضيين يحث فريقه على إيجاد الخيارات الأفضل في وضع سيء معتبر أنه سيستمر في فعل ما يمكننا فعله من أجل التوصل إلى حل سياسي والضغط على الروس والإيرانيين والتلويح لهم أن الحرب المفتوحة ليست في مصلحتهم في الختام يقول أوباما لأنه يقول له أنه الآن الواضح أن المعادلة إيران تشعر بالانتصار في سوريا روسيا تشعر بالانتصار في سوريا وأنت بهذا أعطيتهم هذا الحق في هذا النصر يقول لطالما وجد أن قول إيران فازت في سوريا قول مسلي يعني مثير للسخرية هذا معنى كلمة مسلي لطالما اعتقد أن قول إيران فازت في سوريا هو قول مسلي أقصد أنك تسمع أناسا يقولون أحيانا إنهم يفوزون في سوريا فتجيبهم لقد كانت سوريا صديقهم الوحيد في العالم العربي وعضو جامعة الدول العربية يقول الإيرانيين صحيح أنتوا كالكن صديق وحيد في العالم العربي وسوريا لكن سوريا الآن أصبحت ركام يعني دمرتم كأنه يقول لهم ولكنكم دمرتم هذا الصديق ثم يقول ويعتقد أوباما هذا كلام خطيط جدا جدا وهو آخر ما سأقرأه وهو أخطر ما سأقرأه ويعتقد أوباما أن سوريا تستنزف إيران لأنها تجبرهم على إرسال مليارات الدولارات وتستنزف حليفهم لأساس حزب الله والذي كان يجلس في عليائه في مكان مريح وقوي جدا في لبنان وهو يرى نفسه اليوم عرض لهجوم المتطرفين السنة هذا ليس جيد لإيران وليس جيد لحزب الله وهم يخسرون كما يخسر الباقون هذا خطورة هذا الكلام ولذلك هو يريد لهذه اللعبة أن تستمر إيران عب تستنزف وعمال تخسر وبتتبهدل وحزب الله عب يخسر وبتتبهدل والطرف الثاني أوباما موسائل عليه لذلك يريد لهذه اللعبة أن تستمر هذا خطاب خطير هذا الخطاب قالوا في البيت الخصوصية لعين لما يكون بين يدي الإيباك يتكلم بكلام أكثر صراحة لذلك سمال الذي قدم له بأنه خطاب صريح ونادر لأول مرة يصدر عن رئيس أمريكي بهذه الطريقة لماذا قامت الخارجية الأمريكية بتقييد حركة بشار جعفر شو يعمل هناك يعني أنا أظن سأربطها بقرار المجرمين اللي عبت عاقدوا معهم وبعثوهم لسوريا الآن قالوا له عندك دائرة 25 ميل مركزها من مثلا بيتك أو من المتحدة بحدود دائرة 25 ميل تحرك فيها 40 كلمتر يعني 25 ميل خارج هذه 25 ميل لا يحق لها لأنه ربما ربما أنا هذا ما قرأت عند أحد هذا تحليلي الآن ربط الأخبار لأنه 40 كلمتر يعني هي دائرة تحت المراقبة الحثيثة لأنه يبدو يقوم بالتعاقد للمرتزقة مثل هؤلاء المجرمين الذين يرسلهم إلى سوريا له حركات مشبوهة على الأرض الأمريكية وبالتالي قاموا يريدون أن يحصروا حركته وأن يحددوا هذه الحركة من هنا جاء هذا القرار الأمريكي الأخير طيب إذن هنا يقول لك نتائج للغوطتين في استخدامات الكيميائي يثبت أن النظام هو الذي قام به يعني نحن يجب أن تكون ذكرتنا حاضرة اللجنة التحقيق في استخدامات الكيميائي في سوريا ما أغلط عينات من خان العسل ومن سراقب ومن قط الدماء ثبت أنه من سوريا والآن بعد كل هذول يشتغلوا على يعني جارة الواذي كما نقول على المدى الطويل استثبت بعد كل هذا الوقت أن هذا السلاح المستخدم في هذه المناطق هو من نفس عينة السلاح الموجود في مستودعات بشار الأسد قالوا وأنه قد تم تركيبه على آليات الإطلاق التي يملكها النظام نفسه تقولون هذه المعارضة المسلحة المعارضة السورية يعني لا تملك مثل هذه الآليات التي تم من خلالها إطلاق هذه الأسلحة وبالتالي جاء نتائج التحقيق هذه لتؤكد نتيجة التحقيق الأول بأن الذي استخدم السلاح الكيماوي في خان العسل وفي سراقب وفي غطة دمشق وعندهم لساعة تتمت التقرير سبع مناطق أخرى هو نفسه بشار الأسد لأن السلاح هو نفس السلاح الذي يقوم بتسليمه الآن لأنه صحيح هو اسمه سارين لكن السارين المصنوع في هذه الخلطة هذه الماكينة هذه الآلة هذا المصنع له بصمة والسارين المصنوع في مكان آخر له بصمة بصمة السلاح المستخدمية نفس بصمة السلاح الموجود عند بشار الأسد بالنسبة بشار قام بتأييد بوتين في قضية أوكرانيا وبوتين كان مقرر أن يدخل بأوكرانيا لكنه لأنه بشار يقال أنه لا أخذ نصيحة الخاسر يعتبر بشار خاسر فبطر يعني هذا تخليني أقول أول مرة بطلع بوتين حصيف ويقول الحاق البوم بدلك على الخراب عندنا هكذا يقولون يعني هذا الكلام أنا أظن أن بوتين ما زال يناور ويناور بقوة يفتقدها الرئيس الأمريكي الذي كنا نقرأ كلامه منذ قليل الوضع في إوكرانيا لا يطمئن والمعركة أنا بالنسبة اللي كمراقب ما لدخل أنا مراقب محايد أعتبر أن أوكرانيا استقرت وحكومة فيها والمشكلة الآن في القرم وهناك مؤامرات يحلوها المؤامرات تدور على القرم ولا نسأل الله أن هناك سلامة لا سيما أن نسبة كبيرة من سكان القرم كانت فيها ما رأيك أنه بشار الأسد احتج لدى مجلس الأمن على قصف إسرائيل لجولان يعني هذه قضية هو الرد لا يكون بالاحتجاج لدى مجلس الأمن هذه طريقة قديمة نعرفها من هذه الاحتجاجات حسن نصلى الذي يحتفظ ما زال بحق الرد على القصف الإسرائيلي يعني هذه مثل ما تقول موالات قديمة ما عاد يطلب لها أحد من الناس ولا أحد يتوقف عندها لماذا تقول السيدة سامانثا باور مبعوثة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن تقول أن النظام السوري يراوغ وهذا أمر حقيقي وهم يعرفون أنه يراوغ لأنه كان يجب أن يكون قد سلم كل ترسانتو من الأسلحة الكيميائية حتى الآن حتى الآن ما تم تسليمه ونسب قليلة دون النصف ودون الثلث حتى ورغم ذلك يعني المجتمع الدولي مستعد أن يلعب معه حتى الآن لم تجري عملية تفتيش حقيقية هل انتصر حزب الله في القلمون والله هذا سؤال مهم وخطير وحزب الله في القلمون الآن يئن ويعاني والبارح الخبر المهم وأرجو أن تعطيني بعض الخبر المهم أن بعض عناصر بعد أن تم محاصرتهم في القلمون من قبل قوات الثورة ولكي لا يقعوا أسرى بيد الثوار وكان الثوار ممكن يكرموهم ويعيدوهم إلى أهليهم ويبادلوا عليهم وكذا قامت قوات حزب الله من الخلف كما كانت تفعل قوات بشار الأسد بالقصف على جنود حزب الله وقتلهم لكي لا يقعوا أسرى هذه حالة جديدة موثقة نطالب أهالي هؤلاء الجنود الذين قتلهم إخوانهم وأقتلتهم قيادتهم هذا تصرف بالحروب في غاية في غاية الحقارة والغباء أن أقتل الجند التابع لي لكي لا يقع أسيرا لدى الطرف الآخر هل تعرف أحدا من الحيادات الذين قتلوا في القلمون هناك أسماء كثيرة موسقة عند الثوار على الأرض لكن هذه الواقعة البارحة بشكل خاص أن قوات حزب الله قامت بقصف أخي أنا أول ما دارت المعركة في القلمون دعنا نقول الكلام على حقيقته أول ما دارت المعركة في القلمون أنا قلت قوات حزب الله مدربة على الراحة في أيام السلم يعني الجندي اللي بيتدرب على الزمان والراحة وعلى يد قيادات ويكلمون عن حزب الله عن هذا سرايا القدس وقاسم سليمان يعني فأنا قلت هناك تفاوت في التدريب بين قوات حزب الله وبين قوات الثوار اللي أقول عليهم أوباما فلاح ونجار ومهندس يعني هذا استقلال واستصغار للثورة السورية هذا الفلاح والنجار والمهندس يا سيد أوباما ويا سيد حسن نصر الله يا سيد حسين أوباما خلينا نقولها يعني حتى تيجي معنا زيطة أوباما حسين أو باراك إيش يسموه باراك حسين أوباما هذا النجار والفلاح والمهندس الآن يذيق جنود حزب الله الويلات يستغيثون ولا من مغيث يقتلون يجمعون في البارح أظن كان عندهم 25 ضحية هؤلاء يتلقون الآن دروس في فنون القتال وهم لم يكونوا يتوقعوا أن يجدوا الله سبحانه وتعالى يقول اتقوا الله ويعلمكم الله هؤلاء الجنود اللي عم بيحكى لهم أوباما بهذه اللغة والله فلاح ومهندس وتاجر ومزارع هؤلاء الآن يلقنون درس تعتبر جنود حزب الله يعتبر جنود استراتيجيين في المنطقة تلقوا تدريبا عاليا رغم ذلك هم يتلقون درسا صعبا على يد الثوار في سورة وهم الذين يحققون الانتصارات عليهم اليوم يجب أن لا ننسى أنه اليوم العشرين أو الواحد وعشرين لمعركة حزب الله في القلمون ورغم دخول فيلق بدر على الخط ورغم دخول للطيران السوري على الخط ولكن الله سبحانه وتعالى يثبت أقدام هؤلاء الجنود الذين خارجوا ودافعون عن أنفسهم وعن حياتهم وعن دينهم وعن قيمهم إلا هنا عزائي المشاهدين لا سعوني إلا أن أشكركم على كرم المتابعة كما أشكر ضيفي الأستاذ زهار سالم مدير مركز الشركة